أما النوع الآخر فهو التصحيح الزائد والتصحيح الزائد يشمل على توبيخ الفرد بعد قيامه بالسلوك غير مقبول مباشرة وتذكيره بما هو مقبول وما هو غير مقبول ومن ثم الطلب منه إزالة الأضرار التي نتجت عن سلوكه غير مقبول أو تأدية السلوكات نقيضة للسلوك غير المقبول الذي يراد تقليله بشكل متكرر لفترة زمنية طويلة ونشوف بأنه هذا استخدم من تقريبا عام 1973 وهذا يشمل التعويض الممارسة الإيجابية إبدال العادة الإقصاء العفور يشمل التعويض التصحيح الزائد يشمل التعويض الممارسة الإيجابية وإبدال العادة أما النوع الآخر أو الشكل الآخر هو الإقصاء ومن ثم التجاهل وهذه نقطة أساسية هي التجاهل هو ينصح العلماء بأن عملية تجاهل السلوك ولا تتجاهل الشخص ويتطلب ذلك أن ندعم الطفل إيجابياً وبشتى شكراً للمشاهدة